مشاهدين مشاهدي فرجو اهلا بكم في التختار الخاصة اللي بيقدمها موقع في الجول للدوري السعودي معنا النهاردة واحد من المختصين بتختار الدوري السعودي محمود حمدي اهلا بك يا محمود منورنا ومشرفنا اهلا بك يا حمد وتحية الكل مشاهدي فرجو المسلم معك بعد انتهى الجولة العشرة شايف ابرز الزوار ايه طبعا الجولة العشرة قيمت بعد فتل التوقف دولي واللعابة رجعت من منتخباتها وكان مباراة مهمة جدا على اساسها اتغير بزء من الترتيب الدوري وحصل مفاجآت زي بنقول كده في ترتيب الدوري الاهم المباراة كانت اتحاد والتعاون التعاون اللي بيقدم موسم مختلف للموسم ده تحت كاريت بيكليس شاموسكا ومع لعابة مميزة جدا والتحاد الجادة طبعا بكاريت منوسانتو كاريم بن زيمة ونجولو كانت والنجوم الكبير ده الاتحاد للأسف تعصر تاني مع التعاون وتعادله واحد واحد الاتحاد الجادة بقاله فترة بيعاني خسر بورات الدربي قدام الاهلي وخسر من الهلال ويتعصر تعصر جدا انا شايف ان الامور في الاتحاد جادة تحديدا مش على اميرهم يعني انا شايف ان فيها تقدراتها تحصل اه الاتحاد جادة طبعا الموسم اللي فات كان بطل الدوري وكان فيه استقرار فني وشكل كويس جدا للفريق مع التدامات اللي حصلت كاريم بن زيمة ونجولو كانتي وفليب بلويز وفابينو الناس توقعت ان هيكون فيه استقرار اكتر وفيه تماسك اكتر للفريق لكن الاتحاد الموسم ده بيعاني وعنده بذات الجوات الاخيرة فيه تراجع في النتائج وفيه بعض سوق التوفيق لكن في المقبل الناس بتدور النتائج ايه فده اللي عامل مشكلة شوية للاتحاد ونقدر نقول ان موقف منه سانته كمان بدأ يبقى فيه كلام كده اه التحاد جادة بدأ الموتش كويس وكاريم بن زيمة نجح في تسجيل الهدف الاول وده هدفه الرابع في الدور السعودي لكن بعد خمس ده بزبط من قرى عرضية لالفارمتران بن زيمة حاول يشتط قرى لكنه طبعا كان مهاجم لأدوار الدفاعات بقاش مميزة أوي فسجله في مرماء وكانه في الاتحاد خسارة نقطة 200 جدا النتيجة دي دخلت التعاون اللي نزامه هنا هو مفاجئة الموسم ده المركز التاني تتاوى عشرين نقطة والاتحاد بقى في الرابع عشرين نقطة هل انت شايف ان التعاون يقدر يكمل اصلا على نفس المستوى ده لنهاية الدولة؟ اعتقد ان ده هيبان بنهاية الدور الاول لان احنا محتاجين دور كامل نقدر على السن قيم تقريم منطقي لكن المؤشرات ايجابية جدا لان الفاريب بلعب بقرة جماعية مش بيعتمد على النجم الواحد على اسم مميز لا الاسماء مختلفة فيه موسابورو فيه جواو بيدرو فيه ألفارو مدران مجموعة متكاملة فلما بيغيب اسم بتلاقي المجموعة بتشيل الاسم ده بعكس لما بقى فاريب بعتمد على اسم او لا نجم لما بيغيب او مستوى بيهبط بيتراجع شوية بالنسبة للنجم كريستيان رونالدو الجمناة النصر طبعا وصل المباراة رقم 200 هايزين نعرف رد فعلي جماعية النصر كان ايه؟ ورونالدو نفسه كان رده عن الجماعية طبعا رونالدو وصل المباراة 200 مع منتخب البرتغال ودي اكتر لاعب في العالم تاريخ كبير جدا طبعا وكان رد فعلي جمهور النصر عمله تيف وخاص او احتفال خاص قبل مباراة ضمق قدم له زي هدية او احتفال دي طبعا ضمق بلعفانة وانا المصري طرق حمد مزبوط اه طبعا طرق حمد وكانت مباراة قوية جدا النصر وضمق اتنين واحد رونالدو سجل من كرة سابتة ودي كان بعدنا فترة شوية مشوفناش رونالدو بسجل من كرة سابتة وصل للهدف رقم 11 هو هداف الدولة السعودية 11 هدف في الموسلم دولت وياليه متروفيتش سبع هداف نجم الهلال فرونالدو بعد المباراة اتكلم وقال ان المباراة كانت صعبة لان احنا هجعيم الفرط التوقف الدولي وبعيد شوية عن الاجوال الفريق واوجه سيد شكر جمهور النصر وقال ان الدمج غريب على جمهور النصر اللي بيقدم له الدعم هو والشعب السعودي بشكل عام منذ انضمامه الصحور الفريق خبر حزين وكان السيئة بالنسبة لجمهور الهلال هو اصابة نمار مع منتخب بلاد انبقى كتير حصلت برضو رجع اسم ميسي يرجع تاني وقبلها طبعا هارفين من بداية الموسم شايف بالضبط الاصابة كانت ازاي على قدارة نادي الهلال السعودي وجمهيره وبالنسبة للتقرير دي ايه صح حده الهلال لما اتحاقد مع نمار كان فيه تخوف من الاول موضوع مسلسل الاصابات لكن الناس ما توقعتش ان بالسرعة يعني على فكرة انه هو دايما اللي احتفلت وبيحب في عيد ميلاد اغطور دايما بيسافر كتير انه هو السيناريو متكرر يعني لكن ما كانش متوقع ان يحصل بسرعة كده والاصابة قوية جدا الرباط الصريبي مش مثلا اربط الكاحل او حاجة زي كده الرباط الصريبي الاصابة طبعا كلها عارفينها صعبة جدا وخصوصا جات في وقت ان النمار بدأ يتواهج مع الهلال وبدأ يلاقي نفسه ماتش نساجي في دورة ابطال اسيا سجل هدف مميز جدا عمل مباراة كبيرة فبدأت الناس تحس بوجود نمار حقيقة كان قبلها كان فيه طبعا انتقادات بعد ضربة الجزاء واللي هو ما بيلعبش بجدية كان فيه انتقادات وكان فيه زي منقول ان احنا الناس مستنى منك كتير جدا خاصة انه تقيمت الصفقة ضخمة جدا لكن نمار لقى نفسه في ماتش نساجي في دورة ابطال اسيا وبدأ الجمهور اللي يتوسم في الخير وانتظر عودته من التوقف الدولي علشان يبقى مع الفرية ويقدم اضافته له ما منتظرنا لكن طبعا جات الصدمة باصابة نمار واصابة هتغيبه مندة طويلة لدى نقولها انا هتمسمه اللي هو الاول اصلا مع الهلال طبعا اصابة نمار فتحت الباب امام موضوع ميسي وكمان امبابي الموضوع ميسي طبعا قبل اصابة نمار كانت فتح ان الميسي طبعا كنت عارفين ان هو عنده اصابة الاخر راح خلاص راح الدول امريكي دول امريكي فتح باب ان انتر ميامي ما قدرش يوصل لتصفات النهائية فاصبح ان ميسي عنده فترة طويلة جدا من الفراغ ما فيش مباراة اصدق ممكن ان هو يجي مثلا اعارة مظبوط ان هو يجي اعارة طب هل ده فعلا حصل تواصل تاني لا هو حصل انتشرت انباء اول تصريح رسمي كان من المدير الرياضي اللي نادي انتر ميامي وقال لا الموضوع ده مش مظبوط واحنا ما عندناش النية ولا فيه اي تفكير في الموضوع ده لكن لما اصابة نمار حصلت ده فتح الباب مجددا وكلام فيه ماركة اسبانية ان ممكن الهلال الموضوع يفتحه تاني بالجدية اكتر بعكس موجود نمار يعني موجود نمار مع ميسي كان ممكن شوية الموضوع ما فيهش اكيد لكن مع اصابة نمار اصبح ان الهلال مطالب بصفقة تعوضية يعود بها اصابة نجبو البرازيل فالعيامي الجاية هتشهد حسم الموضوع ده وممكن يعني فيه احتمالية ان احنا نلاقي ميسي في الهلال في ينايا دي مجرد احتمالية طبعا من نسبة كم في المية؟ بعد قسمة نمار ممكن توصل لخمسين في المية بعد قسمة نمار اه بس الامر هيتوقف برضو على ميسي لانه اظنش الهلال هيبقى عنده صوبة في الوصول الاتفاق مع انتر ميامي او انتر ميبقى عنده مش كان يسير لعب اه على فترة ويرجع له تاني وممكن كم يكمل مع عائده لكن الفكرة تبقى في ميسي نفسه زي ما ميسي حسم قراره بضاية الموسم ان هو ما يروحش الال بعد الاتفاق على كل شيء هو نفسه ميسي اللي هيحسب اذا كان حابب ياخده الفكرة او مبسوط ان هو موجود في امريكا او مبسوط يعني دي هترجع لي ميسي نفسه والنسبة لمبابيه؟ لمبابيه طبعا كان واضح من الاول ان هو تفكيره على المستويات الاعلى شوية او المستويات شايف ان هو خطوة دول السعودي مبكرة او ان هو يفكر فيها دلوقتي سمع صغرس انه لسه قدامه كتير مطلوب في كل حتة فلو سبق لسان جرمان اعتقد ان هو هكون خطوة مكملة في قربة لكن الاسم بين طرف وزي ما شايفنا الهلال داخل باية الموسم اصلا في مفوضات جدية فمش غريبة عن يخش نمع اظن ان هو اصعب كتير يعني لما نقول نسب ميسي او نمار او مبابيه الفعل في يناير هيتم القانر رسمي اللي هو لعب في الاتفاق اعتقد يعني اعتقد بنسبة كبيرة جدا ان هو هيكون موجود لان يعني فكرة ان هو المواجل بقاله الداخل ان هشهر مع نادي الاتفاق وشافي اجوال المملكة وشافي التدريب وصول معوجود ستيفن جيرارد اه في النادي فاعتقد ان جيسي لينجارد بنسبة كبيرة جدا هيكون موجود في يناير في نادي الاتفاق السعودي لانه كمان فيه كلام ان فينالدوم وهندلسون كمان بيحاولوا يتكلموا مع اللعب او بيضغطوا على اللعب ان هو يوقع نادي الاتفاق بقى موجود معهم في الفاق اخر تطورات اصابة نجمنا احمد حجازي كان هنا موبود معانا في الجول ناقد رياض اللي وسيزة عبدالعزيز بن درب وقال ان احمد حجازي هيكون موبود مع نادي اتحاد جدا في كاس العالم الاندية هل وصلت يعني لحاجة حصرية او حاجة معينة فيه عودة احمد حجازي بالفعل احمد حجازي فيه مؤشرات هو طبعا انا هل مرحل ربما من النامج التأهيني واتمنى له السلام والشفاء ان شاء الله ومتوقع ان هو يكون موجودة في كاس العالم الاندية احمد حجازي طبعا قيمة كبيرة جدا في نادي التحاد جدا يمكن ان احنا هنا في مصر شوية مش حاسين بالوضع اللي وغضو احمد حجازي هناك في نادي التحاد جدا وضع قيادي وفني وكل شيء احمد حجازي كمان حصل حاجة عززت من وجوده في كاس العالم الاندية او بقى وجوده حتمي هي اصابة احمد شرحيلي طبعا احمد شرحيلي مدافع مميز جدا ومدافع دولي وكان مشكل مع حجازي حقص صد منيع المسلم اللي فات وكانوا من اسباب التتويق بلقب الدول وانا شايف اصلا يعني ضعف اداء التحاد جدا هو اصابة احمد حجازي في المقام الاول نقطة لها خلاف عليها كمان اصابة احمد شرحيلي زادت من معاتل التحاد نونو سانتو مدرب بيعتمد على تأمين الدفاع كويس جدا مع انطلاق العناصة الهجومية فكان حجازي وجوده بيعمل له ده جنب شرحيلي فاصابة شرحيلي مع كمان ان كاس العاملة الاندية هتبقى قبل يناير يعني ما فيش فرصة ان انا اتعاقد مع لعيب جديد فاعتقد بنسبة كبيرة جدا او بنسبة مؤكدة ان احمد حجازي يكون ان شاء الله لو تم شفاءه على خير موجود في كاس العاملة عندها هو يلعب بجوار فليب لويز ويبقى مثلا مع عم حسن قدش زي خيار كده من خياراته من سنة بالنسبة لمحمد شريف وطرق احمد الانباقة كانت هنا من عندنا والتقارير الصحفية كانت من مصر ان الزمالك بيفاوض محمد شريف والزمالك في مفاوضات مع طرق احمد هل في مفاوضات فعلا او عندك جديد للتنين سواء حد يجي في يناير او الموسم من داي هو اعتقد ان كل حاجة هتبان وهتتضح نهائيا مع وجود مجلس دار جنان الزمالك تم خلاص الاعلان على مجلس الجنين باستكابة حسن اللميب المجموعة اللي معاه فالفترة اللي جاية ديت هيبقى بقى الانباقة مؤكدة لان كان الكلام الاول مافيش اصلا حد رسم تفاوض لكن في التصالات حصلت طبعا في التصالات حصلت على اساس انه يبقى في ما هو قادم ان احنا الناس تبقى بقى موجودة لكن التصالات طبعا ديت يعني في العالم المريكياته لا تعنيش فيه لعيبة مرتبطة بعقود مع عندها فعند الخطوطين عند الخطوة الاولى ان اتفعل مع النادي اللي هو يملك عقد اللعب وبعد كده اتفعل رسم مع النادي وانت شايف اصلا خليج يفرط في محمد شريف او نادي الثاليج محمد شريف بالنسبة لهم يعني صفقة مناسبة وشايف ان بدر امانه المدرب الفاري شايف ان اللعب كويس ممكن هو مسجدش الهدف وصنع هدف لكن هو نادي الخليج مش مطالب انه ان هو يعمل النتائج المزغلة يعني هو نادي بيدور ان هو يكون موجود في الدور ويقدم عروض قوية مع لهوش ضغط ان هو يبقى في مربع الزهبي ان هو ينفس نادي خليج فيه مشكلة ان هو بيغير كثير في المحترفين بمعنى المسلم اللي فات كان اول مسلم له يصعد بالدور اللي هو الدور الدرجة التانية والمداد المسلم التانية فما تبعنا خلال المسلمين دول المسلم اللي فات وبدأت المسلم ده ان هو عنده يعني قابلية للتغيير اللعب الأجانب بيغيروا اللعب على جانب كتير اللعب بيجي ما بيحس ان هو مش متأقلم خلاص بيفسخ العقل ما عنده مشكلة اه او لعيب جلو اوفر كويس يعني لو في ند الزمالية كان عادت فيها مبلغ كويس للعيب او كده يعني عادي مش شرط يكون هو بيستخلى عنه عشان فسخة او كده ممكن انهما بالشكل العام وعنده قابلية ما بيوفش قدام اللعيب يعني نادي دمك مختلف شوية نادي دمك من نوعين اللي بيحاول يحافظ على اللعيب ويحافظ على القوام بتاعه وبيحب اللعيبة اللي هي شمال افاركة والعرب هنلاقي في فروق شافع هنلاقي في مصطفى الزربة هنلاقي في عبدالقدر بادران لعب التوجه السابق وطريق حامل فهو طريق ممكن شوية نادي دمك يبقى عن تمسك به لانه لسه اللعيب كمان اول موسم وعقده ممتد للموسم الجاي او عقدة طريق حامل موسيبين بس هنفيش فيه شرط جزائي فترة جاية طريق حامل مفوضاته الشخصية هتوصل معادي الزمانية كليفين لو كلام اتفتح بشكل جدي بقى وخلاص انت جاي لو وصل الاتفاق واعتقد ان مش هيكون برضو موس صعوبة ان هو يوصل الاتفاق معادي ضمك بعكس ما كان في التحاجات ده التحاجات ده نادي بينافس شايف ان طريق حامل في خطة اسوريو زي ما اتمحتاجه او طريق حامل تقريبا ما حدش شي ده يختلف عليه اه كمان خطة اسوريو زي ما احنا شايفين هو رجل بيعتمد على العناصر الهجومية فاندفاع الهجوم ده بيبقى محتاج حد واقف يقمنك نحن الدفاعية وهتلاقي مشكلة الزمانية ده من الدفاعية فوجود واحد لعب زي طريق حامل بخبراته بان هو طبعا فترة لده ما عند الزمانية انت مش بتجيب لعب جديد يعني لعب الجديد ده برضو وارد ينجح واردفش انما لعب حافظ النادي حافظ كل حاجة كمان طارق خد فترة حلوة في السعودية خالي الدوري خد الصبر السعودي فعنده رضا عن التجربة الخطة مش جاي واقع زي منولي يعني جاي لو جاي هيبقى جاي واقف على رجليه لعب يعرف المنتخب فانا شايف لو ايه الصفقة ايه تمت هتكون مكسف فني عظيم جدا للزمالك واللعب طارق نفسه نادي التحجات ده الوضع فيه مش احسن حاجة كلام كتير فترة اخيرة على نوسا انتو اللي هو ممكن ارحل فيه تقليل كتيرة قالت ان جوزيم رينيو مدير فاني النادي روما الايطالي هيكون هو المدير فاني النادي التحجات ده ورينيو نفسه طلع في المؤتمر صحفي ونافى التقارير ده هل فيهم فوضات فعلا تاني طيب وطبعا الناس كلها مهتمة بالتحجات ده عشان هو منافس النادي الاهلي الاهلي طبعا اه اه في كسر عامل اندي هو هيلعب اوكلاند سيتي لو كسب هيلعب نسبة كبيرة هيتخطى اوكلاند سيتي الصعب خالص اه او الموضوع الناس الاول كانت من زيمة وكانتي وكورنادو وحمد الله الناس كانت مهدودة شوية ان ممكن يبقى فيه نتيجة خوفة فعلا اه وفتها خوف لأ الموضوع في المتناول مع مستوى كمان النادي الاهلي دلوقتي شايف ان الموضوع مستوى صعب خالص وطبعا احنا كنا نتمنى التوفير لاهلي بس انا بشوف ان الاهلي حتى في ما بيبقى فيه النادي سعودية انا كنا الهنال في كاس عامل اندية وقدر يكسب اربعة فانا شايف ان الاهلي في المتشاط الكبيرة دي بيبقى اه 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 حتى لو مستوى في الدوري ما بيبقاش احسن شيء لا بيبقى في كاس عامل اندية مختلف تماما اه طبعا واعتقد ان الموسم ده كمان الاهلي كاس عامل اندية هو الاهلي بدور اللي هو يوصل للنهاية او ياخد البطولة كمان فده خلاص ان الاهلي بقى له كل كاس سنة بيوصل لكاس عامل اندية فخلاص ما بيبقاش في مديد الجديد لو عايز ياخد البطولة فعلا اه انا شايف ان هو عقب لو ان شاء الله العقبة اللي هتواجه الاهلي وهو ماتش تحت جدة ده ان هو ده العقبة تقبله يعني ظن الاهلي عنده خبرة لو بيلاعب اندية امريكا الجنوبية وبيدر يكمل وده الطريق السنة دي بعكس السنة في الكم فيما يدفع قبل النهاية فيما جيدة طبعا اه نتائج في تراجع ونتائج في التحجد في غضب اه من نينو سانتو او لزي ما نقول الابان كده الناس مش الناس هناك شوية مستطابر قوي فيه بس كل ده اه مش فيه شيء رسمي يعني ما اخدوش قرار ان هو مش موجود لا هو فيه كلام وفيه تكارينات اللي فتح الموضوع ده اه صحافة الكوريير دولسبورت طبعا ده صحافة ايطالية موسوقة قالت ان مورينيو عنده عرض جدي من الدول السعودي من الاتحاد ومن اهل جد وان الناديين خاصة الاتحاد جد عنده استعداد يدفع خمسين مليون يورو في الموسيقى طيب لو بصنا التحاج جد هو اللي عنده المشكلة هو اللي فيه تراجع ونتائج ال اهل جد الموضوع احسن شوية مع ماتيا سيسلا الالماني ده انه هو كسب الدربي وماشي بشكل كويس مش النتائج كويسة ففرصة انه يمشي يعني فيها وعليه انما التحاج جد هو ممكن يكون اللي بيدور ممكن يكون الاقرب لان كمان مورينيو اسم كبير تحاج جدا داخل كاسة عامل الاندي عايز يخطف الاضواء اكتر مورينيو عايب في النزيما وعايب اللي عايبة ديات فممكن المفاوضات تكون جدية نفي مورينيو بالنسبة لي لا يعني شي بمعنى بنزيما نفا هو جاي التحاج جدا رونالدو نفا هو جاي النص كل ديات حاجات لا تعني شي بالنسبة لي الاعرض الجدي وصعود المفاوضات كمان عايز اقول ان مورينيو مرتبط مع القرارة السعودية باكاديمية مهد اللي هي اكاديمية للنشئين وكده هو احد اعضاء مجلس ادارة الاكاديمية دي اكاديمية تابعة لوزارة الشراب ورياضة كده الموضوع سهل واريد ان مورينيو عنده تعاون اصلا مع القرارة السعودية هو مش بقى جيب واحد مبايد فانا شايف ان مورينيو كمان هو حق معروب بعض الانجازات اللي هو شايفها مرضية او كافية فاعتقد ان مورينيو بنسبة كبيرة هيكون في الدورة السعودية هيكون بقى في التحاجات دا دلوقتي او هيكون امتى بس عجلة ما ج eran اعتقد ان هو هيكون موضوع مرضي التحاجات دا ولا ممكن ندي تاني مهمت bizarre فتكلم في الوقت دلوقتي الحالي المسلا ما جاني تكلم على محمد صلاح والنت التحاجات دا هو الدني اللي كان عايزه ده حيئة اه لما نقول دلوقتي محمد صلاح هيج ت획بطة واني يكون مدارب التحاجات ده قدام الناد لأهل في كسامة دي بنشكرك محمود على وجودك معانا والمعلومات للوفيرة دي وان شاء الله نشوفك في حلقة تانية شكرا يا حمود موصلنا كنت معاك وتحديد بكل مشاهدي في وجه وبكده نكون وصلنا لنعيد حلقاتنا النهاردة وانتظرونا في حلقة تانية لتقطية الدوري السعودي هنا في موقع فين بول سلام